السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الاثنين ثلاثة حزيران يونيو القمر اليوم موجود في برج الحمل لغاية ساعات الصباح يعني لغاية الساعة خمسة وخمسين دقيقة صباحا من صباح اليوم الاثنين بتوقيت جرينيش بعدها بده ينتقل لبرج الثور ورح يظل موجود في برج الثور لغاية الساعة ثمانية وخمسة وثلاثين دقيقة من صباح يوم الاربعة القمر الان موجود في منزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والاصلاح والبدء بكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة طبعا موعد بث الحلقة لغاية الساعة 11 وثلاثة واربعين دقيقة من مساء اليوم الاحد اللي هو برضو موعد بث الحلقة لا ينتقل بعدها لمنزلة الثورية وهي منزلة جيدة للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 8 و19 دقيقة مساء من مساء اليوم الاثنين بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها إلى منزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد القمر بما أنه موجود في برج الحمل لغاية ساعات الصباح معناته خلال هاي الفترة بنظل بنشعر بالنشاط في العمل ومن بظل في عنا تصميم واستقلالية ممكن نبادر بمشروع جديد ولكن من المرجح أن تكون أفعلنا متسرعة أو متهورة علينا أن نكون حذرين على الطريق أكثر أثناء الحركة أو قيادة السيارة منلاحظ أيضا في خلال هذا الوقت أن بنفقد صبرنا في تعاملاتنا مع الآخرين وهذا شيء ممكن يؤدي لمشاكل وحجج غير ضرورية بنفقد دبلوماسيتنا وبتسيطر علينا العصبية وفرض الرأي والتحكم بالغير ودائما لما بيكون القمر موجود في برج الحمل يوصى بإجراء فحص للعيون إذا لزم الأمر وبرضو بإمكاننا تعديل تسريحة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية والأحداث الفلكية اللي راح تصير اليوم طبعا في عنا أول إشي خلو مسار مستمر لغاية ساعات الصباح وأيضا اليوم في عنا انتقال كوكب عطارد اللي راح ينتقل من برج الثور لبرج الجوزة بالنسبة لخلو المسار طبعا راح هو ذكرناه في حلقة الأمس أنه راح يبدأ الساعة عشر أو ثلاث دقائق من مساء الليلة اللي هي ليلة الأحد ورح يستمر حتى تمام الساعة خمسة وخمسة وخمسين دقيقة من صباح اليوم الاثنين بتوقيت جرينيج هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للزاوية اللي راح تتشكل اليوم طبعا في عنا زاويتين وزاويتين بطيئات الزاوية الأولى هي زاوية تثليث إيجابية بين المشتري وبين بلوتو هاي الزاوية راح تكون ذروتها ساعة 12 و11 دقيقة بعد منتصف الليل طبعا هاي الزاوية لها تأثيرات تقريبا بحدود الشهر ورح تستمر شهر للأمام يعني كمان شهر ضايل لها هي جيدة لأنها بتزيد من نمو الأموال والأملاك وبتزيد من كرمنا ولكنها ممكن تسبب إنا الإحساس بالكآبة والميل للإعجاب بالذات بتزيد من نمو الأموال وبتزيد من كرمنا زي ما حكينا ولكن زي ما حكينا بتكون تحذروا من الكآبة والإعجاب اللي مسيطرة على الجميع بالفترة الماضية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديث إيجابية بين عطارد وبين نبتون هاي الزاوية مدتها ثلاث أيام سابقة وثلاث أيام قادمة طبعا دروة هاي الزاوية رح يكون الساعة ثلاثة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش منصبح قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة تجعلنا غير منطقيين في تفكيرنا بتسببنا اضطرابات نفسية بتدفعنا للخداع بتساعدنا على إنجاز الأعمال الصعبة والأعمال الفكرية الساعة خمسة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش القمر خلاص بنتقل بيستقر في برج الثور منصبح أكثر حذرا من ميل لحماية ممتلكاتنا ونادرا ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا ماليا وأن لا نفكر في اقتراض الأموال من البنوك أو الأصدقاء أو الإقراض أو الاقتراض أثناء وجود القمر في برج الثور ينصح ببدء خط التوفير أو شراء عقار أو استئجار عقار أو الاهتمام بالمسائل العقارية أو العائلية أو قضاء وقت ممتع في المنزل طبعا الحدث اللي رح يصير بعد الانتقال وهو انتقال كوكب عطارد لبرج الجوزاء طبعا الحلقة صارت موجودة على القناة الانتقال رح يكون الساعة 7.36 دقيقة صباحا من صباح اليوم الاثنين بتوقيت جرينيش ورح يظل عطارد موجود في برج الجوزاء حتى تمام الساعة التسعة وست دقائق صباحا من صباح يوم الاثنين سبعتاش ستة بتوقيت جرينيش بيستفيد موليد الجوزاء في مجالات الدراسة والمطالعة والاتصالات والمواصلات بهاي الفترة وبزيد عندهم النشاط اكثر وخصوصا انه عندهم الان المشتري الشمس الزهرة والان عطارد فاذا هي فترة نشطة جدا بعوضوا فيها المصاعب اللي كانوا بعانوا منها بالفترة الماضية الان مين رح يستفيد مع برج الجوزاء الابراج النارية والابراج الهوائية يعني الميزان الدلو الحمل الأسد القوس وكل شخص لما انولد كان عنده عطارد موجود في ساعة ولاته في برج الجوزاء بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون ساعة تسعة واربع دقائق مساء بتوقيت جرينيش طبعا هاي الزاوية بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية الأخيرة وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة تسعة واربع دقائق صباحا بتوقيت جرينيش طبعا تأثيراتها رح تكون طيلة اليوم تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها طبعا عندنا من الآن وحتى ساعة الصباح عندنا الرأس والأسنان اللسان العضلات المخططة القضيب المرارة الشريين والدم أما من ساعات الصباح وما بعد بصير عنا العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم بالنسبة للعمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم ما في مشكلة بعد انتهاء خلو المسار ما في أي مشكلة ولا دون الأعضاء اللي ذكرناها برضو ما في أي مشاكل أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة وما زال يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو بالطرق التقليدية للأشخاص اللي بعانوا من كثافة الشعر وأيضا يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل ويستقر في برج الثور خلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعاء الساعة ثمانية وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينتش بيبدأ وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بعدها القمر بنتقل لبرج الجوزاء أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره ستة وعشرين يوم اليوم طبعا الساعة اتناعش منتصف الليل بصير نسبة الإضاءة تسعة بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم عشرين ستة سعيد بنسبة ثلاثين في المية القمر في الحمل ورح ينتقل للثور في ساعات الصباح ورح يضل في برج الثور لغاية يوم خمسة ستة منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية الآن ساعات العصر بصير سعيد بنسبة خمستاش في المية عطارد في الثور ورح ينتقل للجوزاء ورح يضل في الجوزاء ليوم سبعة عشر ستة سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في الجوزاء حتى يوم سبعة عشر ستة منتحس بنسبة عشر في المية المريخ في الحمل حتى يوم تسعة ستة سعيد بنسبة خمستاش في المية المشتري في الجوزاء حتى يوم تسعة عشر منتحس بنسبة عشر في المية زحل في الحوت حتى يوم تسعة وعشرين ستة سعيد بنسبة ثلاثين في المية ورنوس في الثور حتى يوم واحد تسعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية ونبتون في الحوت حتى يوم اثنين سبعة سعيد بنسبة خمستاش في المية وبلوتوف الدلوب يتراجح حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا انتقادكم بأنفسكم كبيرة من الآن وحتى ساعات الصباح وبعمكم النشاط وبإمكانكم تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم رح تهتم بمظهرك ببعض التغييرات ممكن تهتم بمشاريع جديدة أو معا لأنك بتتمتع أساسا بنشاط ذهني وجسدي وهذا الشيء يعطيك طاقة عالية جدا ورح تكون مميز على حسب حق الاختصاصك أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بيحمل هذا اليوم بصير فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة بالنسبة لك أو تدخل تحسين على مزانيتك وبتنشطوا بالاتصالات والزيارات وممكن تهتم للترويج لخطة أو للقيام بزيارة طبعا الأمور المالية يعني بحاجة لبعض أنك تعالجها أو تعالج بعض المسائل الإدارية خلال هذا اليوم إدارية أو تمولية بتطلب منك توقيع أو متابعة لدى المراجع المعنية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فبظل الوقت هذا بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني فضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم طبعا بتظل الوتيرة قليلة جدا بتحس في تأخير في المشاريع اتجنب اتخاذ أي قرارات حاسمة من الآن وحتى ساعات الصباح وحاول قدر الإمكان ما تتخذ أي قرار أو أي عصبية أو حدية أما من ساعات الصباح وما بعد القمر بوصل لعندك بتصبح ثقاتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة ادعم من مركزكم الاجتماعي القمر رح يجعل هاي الفترة مميزة واستثنائية طبعا على المستوى المالي على مستوى نفسي أيضا على المستوى العاطفي رح يدعمكم بشكل كبير برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح حاولوا انك تنجزوا كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل ما يوصل القمر لبيت المتاعب من الآن وحتى ساعات الصباح بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة أهم شيء أنك تحاول تحصل تعييد وتكثف ارتباطاتك انت بحاجة لتعاون الآخرين معك وهذا الشيء رح يدعمك بشكل كبير وممكن يساعدوك بإنجاز بعض الأعمال ولكن من ساعات الصباح القمر بوصل لبيت المتاعب فهنا يعني تدخلوا في فترة صعبة شوي حاولوا انكم ما تراهنوا على الحضوض خلال هذا اليوم ما تتخذوا قرارات حاسمة لأنه ما تبالغوا لا بمجهودكم الجسماني وما تتخذوا أي قرارات حاولوا تعملوا بشكل روتيني وما تجازفوا بصحتكم ولا بعلاقاتكم أفكاركم بتكون مشوشة والظروف بتكون مخيبة للآمل بالنسبة لما وليد برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل من الآن وحتى ساعة الصباح واللي بيعمل بينجح بإثبات جدارته للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء أنك تهدئ من روعك لأنها هذه فترة شوي فيها بعض السلبية ومشحونة بالمتاعب والتوتر رغم أنه ما فيه أي مخاطر إلا أنه بدك تكون حذر ما فيه داعي للمغامرات أو المجازفات أما من ساعات الصباح بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجعكم أحدهم بتصرفاته أو بطلباته بترافقك رياح مؤاتي رغم الضغطات كرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد فترة مناسبة للانضمام لجمعية أو مؤسسة تتلاقى مع طموحاتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بيظل في نشاط والتنقلات والاتصالات وخصوصا مع أشخاص قارج البلاد أو أجانب معدكم ممكن يفكر بسفر أو اتصالات بعيدة وبيضل بهاي الساعات مناسبة لإجتياز امتحان أو جراء مقابلة ولكن ما تعتمدوا كثير على الحضوض اظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة وممكن تنجح بالترويج لعملك أو كسب الدعم والتأييد أما من ساعات الصباح القمر رح يوصل للبيت العاشر فبيصبح هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا بإدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين فترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون فيه قلق حول أحد أفراد العالي أو تواجه مسؤولية أو عبئ مهني أهم شنك ما ترتبك في المواقف الحساسة وما تغامر وما تجازف خلال هذا اليوم بالنسبة لموليد برج العذرة بتظل الأمور المالية هي اللي بتشغل فكركم من الآن وحتى ساعات الصباح ممكن يعني يكون فيه فرصة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض وبإمكانك تبادروا لتصحيح الأخطاء أو ترتيب الأوضاع من الآن وحتى ساعات الصباح لاهم إنك مادة ينحد فلوس وما تكفل حد وحاول تنتبه أثناء تدقيقك على الأمور المالية أما من ساعات الصباح وما بعد هنا التركيز بصير على الاتصالات الخارجية فممكن يصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا بأمور إلها علاقة بالمعاملات أو الأوراق أو السفر أو الاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وفرص النجاح بشكل كبير وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور وتعتبر هاي الفترة فترة إيجابية جداً يسهل خلالها الحوار وبتفرحوا بخبر أو تجاوب يعني بعض الأطراف معكم برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان طبعاً بترغبوا في تدعيم شراكاتكم من الآن وحتى ساعات الصباح القمر ما زال موجود مقابلكم تماماً فعشان هيك بتكونوا حذرين لأن العصبية ما زالت مسيطرة فحاول قدر الإمكان أنك مات بالد لا بمجهودك الجسماني ولا بعصبيتك صحيح أنه بتظل العامل اللي له علاقة بحوار الشراكات عاطفياً مالياً مع الأزواج أو مصالحات أو مراجعات جيدة ولكن بدون اتخاذ قرارات يعني تكون مصيرية من ساعات الصباح وما بعد بتتغير الأوضاع وبتمنحكم فرصة لمكسب مالي الوصلاة بشراكة أو تعويض وصحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك أو تأخذ مبادرة بالاتجاه المذكور أهم الشيء أنك تقدم التنازلات وتتراجع عن بعض الخطوات أو القرارات اللي سببت لك إزعاج وعدوات بالفترة الماضية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً القمر الآن باتجاه مقابلتك فمن الآن وحتى ساعات الصباح حاول أنك تنجز ما تراكم لديك من عمل ممكن تجد تعاون من بعض الزملاء ولكن حاول أنك ما تفرد سلطتك على زملائك أو على المراجعين أو المتابعين أو المعاونين لأنه شوية عصبيتك بتكون حادة وممكن تنتقد أي شخص ما بعجبك طريقة عمله نضموا جدول غذائكم وخذوا قسط كافي من الراحة من حين لآخر ومن المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات أما من ساعات الصباح وما بعد هنا القمر بيصير مقابلك تماما فبيصير هذا اليوم مناسب للقيم بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم حاذروا الإنفعالات لأنه شوي بيصعب التفاهم معكم وممكن تقع في ورطة أنت بغين عنها الجو متوتر فممكن تظهر مشاكل طارية فبدك تكون صبور ما تتدمر لأنها أي فترة خالية من الحضود برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس طبعا بتظل رغبتكم قوية للتواصل مع أحبائكم من الآن وحتى ساعات الصباح ممكن شوي يكون في ممارسة هواية أو لقاء ترفيهي أو حفلة مناسبة أشياء من هذا القبيل يعني تغير فيها الجو ظروف جيدة ولكن حاول قدر الإمكان أنك ما تفرض سلطتك على أحباك وإحتمال أنه يكون في قلق اتجاه أحد الأحبة بظل فترة نشطة بتميلوا للهو ترفيه ضحك تغيير الجو إذا أنت شخص حابب أنك أنت تكسب بسعادة أما إذا حابب تنكد على نفسك فهذا أمر برجع إليك ما إليش علاقة فيه من ساعات الصباح القمر رح ينتقل للبيت السادس هنا ورغم تراكم العمل إلا أنه عندك قدرة على إنجاز حصة الأسد منه أهمش أنه تنظموا جدوى الغذاء ومتأخذوا قصد كافي من الراحة وما تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية واعتمدوا على جهودكم وطاقتكم لحصد النجاحات والأرباح وراقبوا وضعكم الصحي وممكن يكون فيه بعض القلق المهني برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بيظل التركيز على الأمور البيتية والعائلية ما ممكن ترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم أو التفاهم مع أفراد العائلة فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من بعض الأفكار أو الهواجس اللي بتعيشها اترك الوسواس والقلق والأفكار السلبية ممكن تبادر بزيارات أو اتصالات مهمة ولكن التوتر ممكن يسيطر على الساحة بسبب حدث طارق أما من ساعات الصباح هنا بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمعين بالكم نسبيا وبتجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهمش إنك ما تستسلم بل كرر المحاولات بترغبوا باستكشاف مناطق جديدة وبتميلوا للسفر والمشاركة في رحلة عمل الأجواء رومانسية وناجحة ولكن ممكن يكون في قلق حول أحد الأحبة أو خلاف ما بينك وبين أحد الأبناء برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بظل في نشاط بالتنقلات والاتصالات والحوارات لغاية ساعات الصباح عندك بظل نشاط عالي جدا منكم أشخاص ممكن ينطلق في مرحلة جديدة أو يروج لمشروع بنجاح وباستلط اعتك برضو قلب المعادلة لصالحك ولكن احذر أثناء قيادتك للسيارة أثناء الحركة من الإصابات أو المجازفات ما في داعي للكلام أيضا المبهم أو الغير مفهوم لأنه ممكن يتنفهم بشكل خاطئ أما من ساعات الصباح حون التركيز رح يكون على الأمور البيتية فبوسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية لا تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك وما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج واسعى لتحسين موقعك في العمل ولا تثبيته وقدم المساعدة للي بيحتاجها برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بالظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي من الآن وحتى ساعات الصباح ومنكم أشخاص ممكن يسترد أموال بتعود له أو يحصل على هدية أو دعم مثلا أو ممكن تسمع خبر سار أو يلعب قريب دور مهم في حياتك ولكن أهم شيء أنك متبالغ أو تجازف بأموالك ومصاريفك ممكن تهتم بقضية شراكة أو عمل أو تعالج الأمور بشكل دقيق وتهتم للأولويات المالية أما من ساعات الصباح فهنا بتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم شيء أنك تحاول أنك تتواصل بشكل إيجابي مع كل محيطك ما تحاول أنك تستفز أي شخص حاول قدر الإمكان أنك تكون مارن جدا تفهم الآخرين وابقى هادئ وما تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية بل كرر المحاولات السابقة وما تستسلم وحاذر من السرعة وسوء التفاهم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي لها علاقة إما بالسيارات أو بالإلكترونيات هيك منكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر